بص يا جدائي جنب الشباك؟ جنب الشباك؟ مش فهمها ولا هي فهمها اني هنتعب مع بعض في الطيارة عمال اقول لها جنب الشباك هو الجنب الشباك ده بتاعي؟ واحدة قعدة؟ انتو حاجزين؟ طب ما انا حاجزة جنب الشباك لا؟ وربنا يا جدعان حاجزة جنب الشباك ما قول لها قاعدين جنب الشباك تقال ليه؟ نو نو انا اقتالها عايزة حد يكلمني عربي طب ايه احنا حاجزين اخر الطيارة؟ الله اكبر بسم الله ما شاء الله ده كوبطان ده ولا مين ده ولا كاب اول مرة اركب طيارة فضحت نفسي عمال اقول لهم جنب الشباك سعودي؟ قال لي لا ما بتتكلم مصري قال لي سعودي يا هلا ابغى عقل جنب الشباك مصري طب والنبي اخوي عايزة عقل جنب الشباك وهو ده الترند بتاع جنب الشباك النهاردة معانا نوجا بلوجر وصانعة محتوى دمها خفيف جدا عارفت توصل لقلوب الناس بسهولة وتصدرت الترند وكسرت الدنيا بفيديو الطيارة الشهير جنب الشباك هنعرف منها اكتر جت لها فكرة الفيديو منين وتفاصيل تانية كتير مع نوجا يلا بينا نتعرف اكتر على قصتها اسمي نوجا وشهريتي نوجا بنت البلد عندي 32 سنة انا بدأت حوالي من اربع سنين وكنت بدأة على يوتيوب وبعد كده دخلت التيك توك صدفة خالص اللي هو انا وولادي بنعمل فيديو من اول فيديو نزلته على التيك توك ما كنتش بقى يعني مش مهتمة قوي بس ايه يومين ولقيت الفيديو جايب اكتر من مليون مليون مشاهدة وكان اول فيديو نزله على التيك توك كنت طالع باهزر مع اولادي اللي هو موضوع المدرسة ولي مش عارف ايه الكلام ده فخلص من ساعتها بقى حبيتي التيك توك جدا ودي كانت الانطلاقة اربع سنين في اليوتيوب بدأت التيك توك يعتبر من ثلاث سنين بالزل كان ابني مكارونا اللي هو زيادة يعني زيادة كبير اللي هو عنده 12 سنة ما كانش بيحب يروح المدرسة وكده عشان كان فيه تنمر عليه والكلام ده بسبب ان هو مليان شوية فانا طلعت بطريقة اللي هو ايه رب ولادكو يعني ما تتنمروش على حد مش عارفة ايه ودي حاجة عادية وهي بقى جابت بقى اللي هو ايه الناس شدتة اللي هو ايه رب ولادكو مش عارفة ان انا مش طالعة ان انا متضايق بالعكس انا طالعة مبسوطة ان انا بتديله ثقة في نفسه يعني دي اهم حاجة كانت عندي والفيديو ساعتها كان جايب ترند الكلام ده من ثلاث سنين بدأنا بقى ننزل فيديوهات انا وولادي جات اصور مع اولادي مش عارفة ايه كانت الناس دائما بتشبيني ان انت فيك شبه من محمد هنا دي وخف الدم محمد هنا دي اللي هو كمان انا عمري ما كنت سافرت الخليج ابدا بس كان كل كل كلامي اللي هو ايه طبغو ايه فيكو كده فهي كانت بتشد الناس قوي ازا انت مصرية وبتتكلمي خليجي حتى ناس من الخليج كانوا بيطلعوا يقولوا يا بنتي ده مش خليجي اصلا اللي هو ماشي بس انا بحب بتكلم كده جنب الشباك ده ده انا كنت رايحة السعودية كنت رايحة اعمل عمري بس انا بقى والله العظيم ان الفيديو ده ولا كان متحضر له ولا كان اي حاجة بس انا كنت ساعتها مشهورة برضو عالتيك توك بس ما كنتش مشهورة الشهرة اللي هي بتاع الترند جنب الشباك اول ما طلعت اللي هو انا ما كنتش عارف ان الكراسي اللي هي ارقام يعني بس هو الحوارجي كده ان انا طلع اللي هو لا انا عايزة عارف جنب الشباك فكنت بكلم الموديفة هي الموديفة ولا كانت بيها اللي هي الموديفة اللي معانا في الطيارة عملا اقول لها انا عايزة عارف جنب الشباك هي كان بتتكلم انجليزة انا مش فهمها فعطة اقول لهم انا مش فهمها ولا هي فهماني قاعدنا شوية دي الكواليس اللي هو عندنا شوية ان انا بتكلم معيها وهي مش فهماني فعلا ولا انا فهمها رحت فتحت الكاميرا اللي هو انا بشاهد الفانز اللي عندي حتى اول فجي والهم بصوا يا جدعان بقول لها عايزة عود جنب الشباك مش فهمها ولا هي مفهماني عايزة حد يكلمني عربي مش لاقي على الطيارة خالص حد يكلمني الطيران كان صعودي اصلا مش مصري فالمهم بقى رحت اعطى لها جنب الشباك فقعدوا يقولولي لا اه هو انت حاجزة قلتولوا باي دا وانتوا حاجزين رحوا قالولي اه احنا حاجزين اقتاني بقى باركام وانا كنت طلعا مش عارفة ان احنا حاجزين اصلا بس فبعد كده قابلت بقى حد سعودي اللي هو كان كابتن الطيارة انا كنت بحسبه كوبتان من اللي اللي دحك الناس جدا ان انا بقول كوبتان ده ولا مين هو ما طلعش كوبتان اصلا طلع كابتن طيارة فانا قلت له ابغعوا جنب الشباك قال لي انا سعودي قلت له طب ابغعوا جنب الشباك قال لي لا انا حاجزين اللي اعمال لي لا كده ده انا مصري قلت له مصري طب والنبي يا اخوي عايز اعود جنب الشباك فهي تصدرت التريند علشان الناس ما كانتش متوقعة يقولون انت يا بنت رجبة مقرباز واتوبيس يعني الناس ما كانتش متوقعة اني اللي انت بتقولي ده المفروض انت طلع عارفة انت مقعدك فين بالزبط فاخدت تريند جامد جاب في اول ساعة خمسة مليون مشاهدة على التيك توك في اول ساعة نزل كنت انا خلاص كنت في السعودية نزلتوا من السعودية كنت انا باشا في الشارع كنت رايحة الحرم مستغربة الناس دي ببصيلي ليه اتاري اصلا انا تريند وخلاص انا كنت قافلة التليفون عشان رايحة لعمرة ففيه الناس بقى بيقابلوني في الشارع جنب الشباك جنب الشباك مش فاهمها ولا هي فاهماني جابوا القطعة اللي انا اتكلمت فيها من ساعتها بقى خلاص بقى اتشهرت ولاقيت بقى كل الفنانين يعني معظم الفنانين والبلوجر والتيكتوكر عاملين الفيديو اتصدر التريند في اقل من 24 ساعة كنت محور الخليج كله بس هي جات كده صدفة صدفة خالص بس انا اصدى ان انا صور الفيديو على اساس ان انا باشكي للفنز بتوعي الفيديو ده كان نازل من رمضان لغاية دلوقتي هو تريند يعني ايتن عامل عملاته امي سامير غانم فنانين كتير جدا وكل حد بعمل مع دويتو الفيديو بتاعي بيتصدر تريند تاني بيعمل يعني في فيديو اللي هو مع امي سامير غانم ده كان جايب على فيسبوك 15 مليون مشاهدة وانا عاملة دويتو بس يعني مش مش طلع انا طلع مع امي كانت صدمة خدت الصدمة زي خدت الصدمة اللي هو ما كنتش متوكعة الصراحة حتى لما حد بيجي يسأل انت متوكعة اني ده كان يطلع تريند بالشكل ده اي حاجة بعملها اي حاجة بجيبها بطلع اطلع اقول بس اجبت كذا اشتريك كذا فدا كان فيديو من الفيديوهات اللي هينزل للناس في فيديوهات طلع تريند تاني كتير يعني مثلا فيديو اللي متصدر دلوقتي بقى معايا جامد يعني والناس دايما بتطلوب اللي هو مشتريات حاجة اللانش بوكس يعني فاهمهات انا بتكلم سعودي او بالسعودي يعني انا خليجي ومصري مع بعض بطلع مثلا بنكون مثلا جايبين مشتريات اللانش بوكس للولاد فبطلع اقول لهم ايه تعالوا اوريق بس انا مقدمت اصلا اول الفيديو قلب اختك قلب اختك تعالي شوفي مشتريات حاجة اللانش بوكس فدي برضو جابت مع الناس مشاهدات عالية جدا جدا لان هما بيقولولي احنا دايما بنحب فيك ان انت على طبيعتك جدا بتطلعي وكأنك مش يعني مش محضرة انا فعلا عمري في حياتي على مدار الثلاث سنين في تيك توك وكل الترندات اللي طلعتها عمري ما كتبت انا طالع اقول ايه او طالع اعمل ايه هو كله في الاول في الاخر التوفيق من عند رب العالمين يعني في ناس بتشوفني اصلا يقولولي احنا يعني سبحان من جعل فيك القبول يعني انت فيك قبول فضيعة ويعني عادية زي يعني مش متصنعة مش بتطلع تتصنع معنا بس فهو فيجو اللانش بوكس ده كان بيجيب برضو جامد حاجات تانية برضو الناس بتستغرب على اللي هو انت ازاي ولادك بتندهي عليهم بالاسامي دي يعني انا مثلا عندي مارين بقولها يا رابونزر رغم ان انا بقولها غلط وما الناس بيقولي مش اسمها رابونزر اصلا بس دي برضو من الترندات رابونزر برضو مشهورة عندي يونس ده بقدونس ده مشكلة برضو بقدونس برضو بتصدر الترند على طول عندي برضو اوشا اللي هو ياسين وعندي مقارونا اللي هو يازياد اللي هو ابن الكبير فناس كتير بيعودوا يقولولي ليه انت بتندهيون بالاسامي دي انا دايما مشة بمبدأ خالف تعرف بس هي دي دي اكتر ترند دي فيه ترندات تانية بقى اللي هي برضو ايه كانت مع ابو زياد بقى بنطلع عنها وابو زياد زي ابو زياد طلع معي برضو زبط ثلاث فيديوهات خد ترند برضو اللي هو كان اول مرة يشوفوا بقى مين جوز امو زياد اللي دايما بتتكلم عليه مرات صاحب السوبر ماركت كانوا بيقولولي اهلا واسهلا بصاحب السوبر ماركت نفسه فبردو ابو زياد خدت معي ترند تلت فيديوهات عشان هو صاحب السوبر ماركت حق مشتريات اللانش بوكس فيه ناس كمان بيعودوا يقولولي انت فيك شبه جدا من محمد هنيدي بتلعت عملت فيديو قلتلهم يا جدعان محمد هنيدي يبقى ابن خالتي تمام ومن ساعة ما تشهر محمد هنيدي وهو مسائل فاية راح قالولي ايه ازاي يا جدعان ده انا بنت خالته رغم انه هو انا مليش خالات اصلا ودي في الحقيقة انا مليش خالات بس قلت انه هو مستعر مني رغم ان بصوا انا فيه ناس كتير جدا بتقول انت فيك شبه من محمد هنيدي او طريقة الكلام خفة الدم انا عشان بحب محمد هنيدي جدا يعني انا مسالي الاعلى هو هنيدي يعني انا اصلا من زمان اصلا من قبل السوشيال ميديا وقبل اي حاجة انا بعشق حاجة اسمها محمد هنيدي انتي عارفة بحب اقلش حتى على نفسي يعني انا لو في يومي الطبيعي لو قاعدة مع اخواتي ومامتي وجوزي وكده لو ما لقيتش حد اقلش عليه انا بقلش على نفس المهم بنتحك يعني مفيش مجال ان احنا نقعد كده لازم نتحك في الاول وفي الاخر وهو حب الناس ده نعمة الحمد لله اللهم لك الحمد بص انا في الاول يعني واخد السوشيال ميديا اللي هي ايه محبة الناس وعجبني جدا ان الناس بتحبيني وان الناس بتطوير تتصور بعيه وكده بس انا كحلمي بس انا يعني امثل مع هنيدي انا بعشق حاجة اسمها هنيدي كمان بحب احمد ميكي جدا فاتمنى اطلع مع احمد ميكي في مسلسل الكبير قوي لاني بموت ضحك منه بس هو ده حلمي ان انا هنيدي وميكي لو فيه دور بعيهم يبقى حلق وغلق يعني انا بعشقهم ده حلمي اللي هو لو انا فيه بجد توفيه من ربنا ان شاء الله ان انا اشتغل مع الناس دي يعني انا ببقى عشقهم على المستوى الشخصي اصلا من هو انا صغيرة اصلا بحبهم ولو فيه توفيه ان شاء الله هو ده هيكون حلمي يعني لكن تمثيل تمثيل واللي هو بقى مسلسلات وافلام بقى والنجمة راح تنلع لا يعني احبت لان امثل مع دول بس يعني حاس ان انا مع محمد هنيدي هبقى في حتة تانية يعني لاني فيه ناس كتير بتشبهني بي يعني اي نعم هو بنخلتهم متبرة مني بس هو برضو يعني يا هنيدي اعترف بيا ماشي اعترف ماشي كتير جدا بنيعود يقولول انت بتقلدي امه خالد بتقلدي امه فايا امه اسيا لكن هو في الحقيقة الناس دي صحابي جدا يعني امه خالد على المستوى الشخصي احنا اخوات من زمان احنا بدقين مع بعض اصلا برضو امه فايا وامه اسيا احنا برضو كلنا اخوات ما فيش حد بيقلت حد كل واحد فينا ليه الكاريزمة بتاعته وليه الاداء بتاعه وليه جمهوره اللي بيحبه على الاسلوب بتاعه يعني انا ما حد بسلا بيكتب في كومنت انش بتقلدي امه خالد او بتقلدي امه فايا او امه اسيا بلاقي الفانزي بتوعي بيردوا عليهم لا نوجا ليها ستايل خاص بيها نوجا ليها خف الدم ستايل وامه خالد برضو ليها ستايلها الخاص فكلنا وحتى احنا كلنا على المستوى الشخصي احنا بنحب بعض واستحالة مثلا امه خالد تتسل تقولي هو انت مقلداني ليه مثلا في فيديو كذا يعني مثلا لو حالفنا الحظ ان انا مثلا قابلت امه خالد باعمل بس اي امه خالد في اسكندرية وانا هنا في الجيزة بس واعدك لو نزلت اسكندرية امه خالد هتبقى مرحبة جدا انا والادي بيحب الكارتون جدا جدا فممكن بقى نحاول ان احنا نلعب في حتة الكارتون وكل واحد يبقى ليه شخصيته اللي هو بقى ايه يعمل شخصية خاصة بيه زي مثلا رابونزر هي لها اصلا فانز يعني هي رابونزر عندها 11 سنة لها فانز كل الفانز بتاع عندهم 11 سنة حتى صحابها في المدرسة بيكونوا مبسوطين جدا ان هي بتطلع على السوشيال ميديا كده برضو ابني بقدونس ده عنده 3 سنين مشكلة انتي حتى لو شفتي بيتكلم بيتكلم بطريقة الكارتون يعني انا معظم ولادي كلهم تلاقيهم حتى ما بيجوا يتكلموا عادي بدون ان احنا مش بنصور ولا حاجة بيتكلموا بطريقة الكارتون من كتر ما هم بيحبوا الكارتون وكده فهي لو الفترة الجاية ممكن نلعب على حتة الكارتون وعشان يزهروا معايا اكتر انا عايز اقولك ان انا جوزي ملوش في السوشيال ميديا تماما في الاول كان معترض ان انا اصلا اخش السوشيال ميديا بس بعد كده لما لقاني خلاص حبيت الموضوع متعمليش حاجة غلب بالعكس الناس هو بيخش يشوف الكومنتات كلها حب وانتي بنت بلد واسلوبك بيعجبنا الكلام ده فخلاص سبني براحت عشان ما يزعلنيش هو اتفاجئ ان هو بقى انا في السعودية ومرة واحدة بيقول لي كل الناس في الشارع هم عارفين بقى ان هو جوزي كل الناس في الشارع عملين يقولوله جنب الشباك هو مش عارف هو اصلا عارف ان انا طلعت ترند بعدها بكم يوم بس هو مستغرب الناس عماني يقولوله جنب الشباك هو مش فاهم انا اصلا كده كده بحب التصوير وبطلع يعني عادي ما عنديش رهبة الكاميرا يعني انا استحالة يكون عندي رهبة الكاميرا فهماني انا عادي لو برنامج هطلع قدم بطريقتي بس مشكلتي ان انا بقدم بطريقتي انت ممكن تديني نص تلاقيني خاركت عن النص اصلا وبرتجل انا مع نفسي بص هي مميزات الشهرة اللي هو حب الناس وانتي بتتعرفي على ناس من جميع الدول اللي هو تبقي قعدة حد بيكلمك انا من قطر بحبك انا من السعودية مش عارف ايه الكلام ده لكن فيها برضو طبعا زي ما لها مميزات لها عيوب وعيوبها كتيرة برضو يعني يعني مثلا من عيوبها ان الناس كلها عارف حياتك ان الناس كلها متدخلة في مشاكلك في حياتك انا لو طلعت مثلا متضايقة شوية او مش عايزة بين بيعرفوا ان انا متضايقة هم خلاص حفظوا نوجة حفظوا نوجة بشكلها باداءها يعني فيه ناس كتير لما بكون بطلع فيدي اقول له لا يا نوجة انت فيك حاجة انت تعبين انت عندك مشكلة خلاص الناس حفظك كمان تعبير والشي كمان من عيوبها ان انا اصلا زوجي ما بيحبش السوشيال ميديا فاكتر كلامنا اللي هو انت دايما بتعرفي الناس حياتنا بلاش مش عارفة ايه هي دي اكتر حاجة لكن بقى مميزاتها اللي هو انت ماشي في الشارع ناس بتحبك كده للفل الله اللي هو عايزين نتصور معاكي طبعا تحت عمرك يا عمري بس فهي زي ما لها مميزات كتير لها عيوب اكتر كل مجال فيه الحلو وفيه الوحش انت حاولي على قد ما تقدر ان انت تبصي للاجابيات يعني انت لو جايلك مثلا خمس تلاف تعليق فيهم مثلا متين او طلتمائة تعليق سلبي بصي على الخمس تلاف اللي بيحبوك واستمري انا دايما في عندي مقولة كده ماشي عليها ان لم تجد لديك حقد فعلا انك فاشل لو انت ملكيش حقدين ولا ليكي كومنتات سالبيه انت انسانة فاشلة كتير بقى اللي هو انت فعلا مننا انت فعلا اما بتقولي قلب اختك احنا بنلمسة فعلا ان انت قلب اختك فعلا احنا بنحب فيك ان انت بتطلع بطبيعتك مش متصنعة زي بعض الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا دي اكتر حاجة بحبها احنا بنحبك جدا اكتر كلام كل حب يعني اللهم لك الحمد احب بقولهم اني انا لو في توفيق من الله طبعا التوفيق بتاع ربنا بس اللي انا في ده بسببكو انتو بسبب اول حاجة الناس اللي بتحبيني جدا من قلبها بسبب دعم ولادي ليا وانهما كانوا مصدقيني جدا ودايما حافز ليا تالت حاجة وطبعا انا احب اشكر جدا 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 جزي او ابو زياد لانه هو كان يعني دلوقت اي حاجة بعمله هو بيكون ورايا يعني مثلا لا اعملي كذا وما تعمليش كذا هو دايما اصلا شخصية جزي غير شخصية يا هو رازين جدا جدا فهو باخد منه النصيحة خلاص بتخش في جلبي قلب اختك قلب اختك النهاردة ان شاء الله هقدم لكم مثلا اللانشي بوكس حاجة مشتريات ابو زياد دلوقت ابو زياد جايب لي بعشرة جنيه فينو طبعا انا زعلانة ترى والله مجهورة مجهورة ايش فيك يا ابو زياد ليش جايب بعشرة جنيه فينو كنت خليه بخمستاشر بعشرين فك عن نفسك فك كيسك ماشي يا جماعة اكتبوا لابو زياد في الكومنتات هاتلمو زياد بعشرة جنيه فينو موسيقى